طيب انت في الألبوم الأخير ملحنتش كل الأغنية بحكيدي شوية أيو ملحنت شوية أغنية واللي قبله على فكرة لحنت أغنيتين بس موضوع الألحان ده نسبي قوي أصلي وأنا بحب ألحن يعني لنفسي ولدماغي فلما بيطلع معي لحن حلو ببقى عايز بمنطل الحيادي أشوفه ممكن يلي على مين لو بليق علي أخذه لو مش هليق علي ممكن أدليه لحد فطبعا في ألحان عملتها في الفترة اللي فاتت يعني أنغام ياريتك فاهمني ولحبهتها وفي لقليسة إن شاء الله كمان في الألبوم اللي جاي كانت كل دي ألحان أنا عملتها من قلبي كده ليهم يعني ما بيجيش الفرصة أن أنا أعمل لحني ليه علي دي خلاص ما ببقاش مصر أو أن أنا أعمل لحني في ألحان كتير أنت عملتها ولما سمعنا الأغاني بصوتك ارتبطنا بيها والناس بتارت على السوشال ميديا تسمعها بصوتك ونقوله هو إزاي ما بيغنيش الأغاني دي وبيديها للناس أيوة دي حقيقة المدلي كمان اللي معمول اللي فيه الله أعلم وحكايتي معاك وخلتنا خاف وقلبك حول الله ومن العشم وياريتك فاهمني كل دي ألحان أنا لحنتها وفي نفس الوقت بغنيتها للناس ومقدرش طبعا أغني الأغانية كاملة لأن الوقت لا يسمح فبرضو بعملت المدلي هات دي بناء على يعني المدلي هات دي مدات لألحان فقط في مدلي تاني ممكن أكون أنا من أغانية ومشترتي كون ألحاني فالألحان دي بصراحة حاجة مهمة جدا في حياتي أنا كتامر شخصيا بايدا عن تامر اللي بيغني تماما لو لاقت علي حاجة باخد ما بلاقيتش ما ببصرش يعني انتو ألبوم زي الأخير الأخرانين انت محسيتش أنه في لحن منهم انت عايز يكون بتاع إلا أغنيت في بالي مثلا في الألبوم القبل تيجي نتراها نقولول سماح ودي كنت أنا لحنتها يعني الحاجات اللي بتليق عليها باخدها لو أنا ملحنها مش بتليق خلاص وده تعتبره تغيير في المسيرة بتاعتك مؤخرة لأ أنا من زمان على فكرة يعني ألبوم حدي بيحب أنا كنت ملحن فيه آآ ثلاث أغاني آآ الألبوم اللي هي نظرة كنت ملحن فيه تقريبا لأ هو عشان كانت نشر أغنية كنت ملحن فيه ستة بعد كده عشت معك حكايات لحنت عشتي معك حكايات وكتبتها وكانت جيت على كرامتي بعد كده قللت بقى الموضوع قل شوية وانت إيه الأقرب لقلب؟ كنت عارفة أن السؤال دا دايماً بيبقى يعني كليشي أو صعب أو كده بتحب أنت تغني أكتر ولا أنت بتستمتع بالألحن أكتر؟ إنه أنت وانت بتتكلم عن الألحن يعني أحافظ كل لحنة ليك ومبسوط فيك وبانت يعنيك وانت بتتكلم عن كل أغنية قد إيه بتحب اللحن؟ أصلاً الملحن عموماً يعني المطرب بيغني الحاجات اللي بتتقدم له سواء اللحنة أو كلام أو توزيع وبيعتمد دايماً على حرفة صوته وعلى خامة صوته وعلى حضوره على الستيج وعلى حاجات ممكن يجيأت ياخدها بالتدريب ممكن لما يطلع على الستيج بعد السنة مايبقاش هو نفس المستوى بتاعه بعد سنتين فيها تدريب لكن الألحان أو الموهبة أو النكتكرية حاجة في وقت من لاشئ دي أنا بعتبرها أن هي دي الموهبة الحقيقية طيب بيبقى عندك شروط معينة أو حاجة أفكار معينة حضرتها وإنت بتعمل اللحن حتديل مغني مين يعني لأنه اللحن ده أنا بحس أنه هو بيبقى ابنك الصغير حتوديل مين لا الحقيقة ما يعني ما بيجيليش خالص حتى كنت عامل الانتربيو قبل كده تسألت أنت كنت عامل اللحن ده الفنان كذا قلت له لأ قلت له لأ حتى أنا ما أقدرش ما بعرفش أشتغل بطريقة إحنا عايزين لحن الفلان أو عايزين لحن الفلان خلاص الموهبة بتقف هنا لكن طول ما أنا ما بعملش حاجة لفلان لأ لما فلان يجي أخدها هيأخدها بشكل جديد مش هتبقى شكله مش عايز أعمل له حاجة شكله فأنا بحب الألحان علشان هي فعلا يعني ليه فيها فيها سنة إيه مراوغة كده فنية طيب دلوقتي الناس كتير تقول لك السوق مش بتاع ألبومز السوق بتاع سنجل تنزل تكسر الدنيا ونستنى وسنجل كمان طيب من عشور شايف إيه وأنا ما شاء الله يعني شايف أنه تيجي نتراهن كألبوم كسر الدنيا الناس يعني هو هو الموضوع ده مش موضوع ناس أكتر ما موضوع فنانين بحيث أن الفنان بيبقى عايز ينزل أغنية واحدة علشان تاخد فرصتها على المنصات وما يبقاش جنبها أغاني تاني تاخد من مشاهدتها أنا بشوف أن ده بصراحة سلاحزوا حدين يعني بيقلل من المكتبة بتاعتك كفنان وفي نفس الوقت ما فيش حاجة اسمها أنت يعني تلما تنجح هتنجح نازل ألف أغنية هتنجح فارتباطي بالألبوم أو أن أنا ننزل مجموعة أغاني وراء بعض ده بيبقى ارتباط وفيق جدا لدرجة أن أنا ما بنتظرش مشاهدات في أول الموضوع يعني أستنى سنة ودلوقت يخش يشوفه يعني لازم يحصل ألبومات لازم فيه جمية أغاني كبيرة والمشاهدات هتيجي هتيجي بس لازم تاخد الوقت بتاعها الطبيعي ده ببعشر أغاني أو اتنشر أغنية